أول مكافأة خدتها والتفلات زي ما كنت في الناشئين كان كاما كابتن خواجه وأنا في الناشئين 25 إرش 25 إرش كان ده كلام سنة كام يعني معناها دلوقتي بحوالي 2500 جنيه كان في رئيس ناري اسمه المستشار توفيه الخشل أه طبعا أبو شام الخشل وشل كان هو يعني رجل كان يحبنا جدا وكان يحبي أنت كنت لها بتاعت 16 سنة ساعتها تقريبا 15 سنة 15 سنة 16 تقريبا نعم فمحمود فاروق تعالولي المكتب فنخش المكتب عنده رئيس النادي نعم يروح فتح الخزنة كده يروح بتطلع ايه 25 جنيه 25 جنيه جديدة جديدة طبعا 25 جنيه هتروحوا عند الأستاذ كان كان بيفصل هو رجل بتاع اسمه كان اسمه ايه علي كان اسمه ايه يعني مش متذكر اسم علي نعم كان ده تارزي معروف يعني في الوقت ده في وسط البلد عبدالله كان اسمه ايه مش عارف علي كده يعني كان يولوني الحول وأنا مكدل هتلاقي فاروق طلب 16 جدا اوه اوه ملعب مع الفريق الأول. أول يوم دخلت فيه غرفة الملابس للفريق الأول. مين أول لعب من اللعبة الكبيرة اللي قابلك فيها؟ تفتكر معايا بقى بدي. أنا مقولش معاك فيها. كابتن محمود أبورجيلا. كابتن أبورجيلا. آآ، وكابتن ياكن. كابتن ياكن. آآ، كلهم بصراحة يعني. آآ، كلهم قابلونا وجدنا أننا كنا داخلين والشان أصبر. كنت خايفة. أنا كنت خايفة. أنا كنت أهر أقول لك إيه يعني. آآ. بالبلدي كده. آآ. لأنت داخل. هنا كنا بنخاف نعدي من قدام الأوضة يا كابتن. بنخاف نعدي من قدام. بقى أنت بقيت جوه الأوضة طب إزاي يعني. آآ. فعملية كانت بالنسبة لنا مرعبة. مقلقة. مرعبة. طيب. أنت حسيت كده بالرعبة عندك وأنت داخل أول غرفة مع الفريق الأول. وبتقابل لجوم كبير أول. وإنت حلمت أنك تبقى مقسطوم في الملعب. تمام. من اللعيب اللي احتضنك من اللعيبة الكبيرة ديت؟ اللي قالك الخباجة ده ده زي أخويا أو زي ابني. هو الكابتن محمود أبورجيرا. كابتن أبورجيرا. آآ. طل عمره الكابتن أبورجيرا صاحب أفضل على الناس كتير. جدا جدا. كان يحب زميله جدا. أول ماتش لعبته بالفريق الأول كان مباراتي إياه كابتن الخباجة. كان زمالك ترسانة. مين اللي أخدني فيه كابتن أصاب من كابتن رفت عطي يعني. من تحت 17 سنة. كان عندي 16 سنة تقريبا. ماتش ترسانة. مين كان من نجوم ترسانة اللي لعبته قدامه؟ كان فيه رجل أنا بصراحة الغد دلوقت أنا مش قادر أنا ساكن اسمه أمام الشريف. كابتن أمام طبعا. كان رجل أبورهيم الخليل. أبورهيم الخليل. كان حسن علي اللي استطالب. كان حسن يوجا. وكان خيري. وخيري السرباك. وكان طبعا في كابتن مصطف وكابتن شازلي. طبعا. محمود عوض. ومحمود حسن. محمود حسن. لا كان. ما كل الأجيال إحنا عشرناها. فلعبت كان بلعب باكليفت الكابتن أمام الشريف. فلعبت عليه كنت بلعب ونجرايت. لعبوني ونجرايت فيلي. إيه اللي وداك الوانجرايت؟ وأنا أنا كابتن أصلا. أصلا كنت مهاجم. فروت. بدأت فروت. راس حربة. أه. يعني لغاية سنة عشرين سنة. وأنا بلعب فروت. فروت. طب إيه اللي نقلك من الراس حربة للرايا؟ دي مدرب كده جنبي. اسمه؟ كان اسمه ألماني هو. هفتكرلك اسمه مصطفة دلقاء. كان مسكن منتخب برضو فترة. بابي؟ بابي. ده هو الشغال معناه الزمالك من سنين. أه هو ده اللي حاطيتني في نص الملعب. أه لا يعني فيها المؤصفات بتاعك لعب نص الملعب. أه. فإنما قبل كده أنا كنت بقالعب فروت. أه. فلعبت ونجرايت في اليوم ده على الكابت المام الشريف. وكسبنا في اليوم ده مقعد سفر. وأنا اللي جبت الجوة. وأنت اللي جبت الجوة. حال ده عبرات الترسانة دي كانت مولد نجم جديد لنادي الزمالك. محمود الخواجة. أولا أنا هقول لك قبلها كان في حاجة تانية تقال ده أن دي بقى ترسل. طلع اللي عملك. أه. احنا كنا بنتمرن برضو في النادي في الأشبال. كان علي خليل بقى بدأ يجي علينا. أه. فجيه كان منتخب بيتمرنه عندنا في النادي. منتخب مصر. سنة كم؟ تلاتة وسبعين؟ ولكن قبل كده؟ ارجع. آه ده كان واحد وسبعين اتن وسبعين. سبعين واحد وسبعين. أنا هو كان بيتمرنه في قبل مباريات كاس العالم كان للمغرب. لأ كان هنلعب ليبيا. خلنا ليبيا والمغرب وتونس. تقريبا. آه. كان عاملين كان كان كرامر على ما أعتقد. لا ده كرامر جيه تلاتة وسبعين اربعة وسبعين. كان مدرب أجنبي. آه. بس فيه لعيبة فيه نقصين لعيبة. نقصين. آه. فالنهم خدوا من عند الكابتل رفط عطيها. أو الكابتل سامير اوض مش فاكر. آه. كان الكابتل رفط عطيه. آه. كابتل رفط عطيه. آه. أنا فاكر حاجات عنك. وتقول لي كنت معنا. أنت كنت معنا والصفة صحيحة.